انا عايز بس حاجة الرسالة يمكن تكون الرسالة الاخيرة انا عايز اوري الصور دي لحضراتكم صور في شارع رئيسي في شبرى الخيم صور دي الان دي صور ورونا بعد كده ودي صورة هي زبالة موجودة في شارع 15 مايو في شبرى الخيم يا جماعة يا مسئولين وبقول ليه يا جماعة يا مسئولين لانه احنا مثلا لما سألنا عرفنا انه الحي حي شبرى الخيمة بيوفر سندي للزبالة لكن ما بتكفيش طب ندور على حلول تاني وبتكلم على المسئولين لان احنا لما كلمنا رئيس حي شبرى الخيمة عشان يعلق على ده ونحاول يعني نوصل لتصور عشان هذا المنظر الدولة كلها بتعمل مشروع حياة كريمة عاوزة تنقل الناس لحياة كريمة ويبقى انت عندك فيه حي شبرى الخيمة هذا المنظر هذه الزبالة في الشارع بهذا الشكل فتكلمنا رئيس الحي قالك لا لازم اخد اذن من المحافظ طب تكلم المحافظ فتلاقي المحافظ ما بيردش لا يا جماعة هذه دولة دولة الكل فيها يخطع ليه هذا المواطن اللي هو حياة المواطنين بهذا الشكل يبقى دي الزبالة اللي موجودة والناس معدية البلد بتنقل نقلة تانية وفيه بعض المسؤولين لسه على وضعه انا مكلم وزير التنمية المحالية بقى يعني يعني اللي هو شعراوي مكلم من اللي هو شعراوي يعني ده فندم شارع خمشهر مايو وفيه شبرى الخيمة والناس حتى يعني مش اللي هو ايه اللي هو ايه في النهاية يعني سيبك من الشارع ممكن يقف او يتعطى لكن المنظر نفسه ناس احدى تجمل وتحدث وبتاع وييجي مشهد زي ده يضيع مجهود ناس كتير جدا ويه شوارع كتير في شبرى الخيمة الناس اللي من شبرى الخيمة يقدروا يعني ينشروا هذه الصور فانا ارجو انه السيد رئيس حي شبرى الخيمة والسيد محافظة الاليوبية ينتبهوا لي شوارع شبرى الخيمة شوي بشكر حضراتكم على متابعتكم لنا اليوم نلتقي غدا ان شاء الله واتصبحون على اوضح